وأجريت عبر عشرين دولة جميع على مئات الناس وتبين لهم أن الإنسان يولد مؤمناً بالله بفطرته الله أكبر هل تحب أن نرى القراسة؟ يريد أن تشوقتني دكتور هذا كلام في غاية الأهمية إلا كتاب واحد في الكون شذ عن هذه القاعدة لا يوجد غيره سبحان الله وهو القرآن العظيم أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله سبحانه وتعالى نعم صحيح وتكررت بالضبط 2699 مرة جل الحكيم القادر هذا الكتاب المير بالنور ترجمة نانسي قنقر جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر ورد في الأثر أن هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقف في السوق يوما ووجد الناس منشغلون بالبيع والشراء وأمور الدنيا فإذا به يصرخ لهم قائلا أيها الناس كيف أنتم مجغولون عن توزيع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فطرك الناس كل ما في أيديهم من بيع وشراء وذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة عاد الناس يقولون أيها الرجل لقد كذبت علينا قال لما قال ذهبنا إلى المسجد فلم نجد ميراث النبي يوزعنا قال ماذا وجدتم قال وجدنا رجلا يجلس يعلم الناس والناس حوله يطلقون العلم فجلسنا معهم ثم جئنا نقول لك لقد كذبت علينا فقال الرجل والله ما كذبت عليكم إنكم كنتم تأخذون من ميراث النبي لقد قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما ورثنا العلم فالعلماء ورثة الأنبياء أحبة الكرام مع ورثة الأنبياء مع أهل العلم مع الإعجاز العلمي وبرنامجكم أنزله بعلمه نلتقي اليوم مع باحثنا في الإعجاز العلمي الدكتور عبد الدائم الكحيل نرحبه في هذه الحلقة السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلاً والسلام ورحمة الله وبركاته يعني دعني دكتور أبدأ كما تعودنا في الحلقة الماضية وما سبقها إني أسأل سؤال اسمح لي أن أمثل فيه الطرف الآخر نعم نعم يعني بعض الناس يقولون لما الإعجاز؟ أنا إنسان أؤمن بالقرآن الكريم وأؤمن أنه كلام الله تبارك وتعالى وفيه إعجاز بلاغي بياني تحدى الله به تبارك وتعالى العرب في عصر النبوة فما حاجتي للإعجاز لماذا؟ خلاص أنا أكتفي بإيماني بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى فما رده؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لأولئنا هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم دكتور أشرف في بداية هذا اللقاء أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا العمل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالص لوجه الكامل فالله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن معجزات للأنبياء حتى خليل الرحمن عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب أن يرى معجزة ليطمئن بها قلبه صحيح قال رب أرني كيف تحيي الموت نعم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صحيح طيب بالله عليك إذا كان هذا حال خليل الرحمن صحيح يطلب إعجازا علميا لأن إحياء الموت هو إعجاز طبي صحيح يريد أن يرى ليطمئن قلبه فماذا نقول نحن الضعفاء في هذا العصر قليل العلم صحيح نحن بأمس الحاجة لمعجزات أولا لتثبتنا على الإيمان واليقين جميل نحن الآن نعيش في عصر الشبهات انتشرت موجة مرعبة من الإلحاد اليوم تصير الشكوك وخاصة في عالمنا الإسلامي للأسف يعني تصير الشكوك ومعظم الشكوك والشبهات والحجج التي تطرح تعتمد على لغة العلم لغة العلم وبالتالي لابد أن نرد هذه الشبهات بلغة العلم جميل دعنا اليوم دكتور نبدأ بهذه اللغة ونحاول أن نقدم دليلا ألميا من خبرتكم واتساعكم ما شاء الله وعلمكم الواسع في هذا المجال شيء نقدمه للمسلم وغير المسلم من هذا الكتاب العظيم يثبت أعجازه وسبقه الله سبحانه وتعالى يؤكد أن الإيمان جزء من فطرة الإنسان قال تبارك وتعالى الله أكبر فطرة الله التي فطن الناس عليها لا تبديلها لخلق الله والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى عندما قال كل مولود يولد على الفطرة صحيح إذن هذه حقيقة قرآنية ونبوية جميل أين نجدها في العلم؟ دراسة عالمية كبرى أجريت عام 2011 طبعا أنا اسمح لي أن أتحدث بلغة الوثائق كويس لكي يكون كلامنا مقنعا بالنسبة لكل من ينكر هذا الإعجاز نعم دراسة أجريت عام 2011 جميل في جامعة عارقة هي جامعة أوكسفورد معروفة بريطانيا جميل كبير نعم وأجريت عبر عشرين دولة جميل على مئات الناس وتبين لهم أن الإنسان يولد مؤمنا بالله بفطرته الله أكبر هل تحب أن نرى القراسة؟ رهيت تشوقتنا دكتور هذا كلام في غاية الأهمية جميل يعني أنظر الإيمان بالله هو جزء من طبيعة الإنسان أوكسفورد ستاد يعني يعني هذا بحث علمي صدر ليس من هيئة إسلامية مثلا قاموا بدراسات على الأطفال وعلى الكبار وعلى الشريط الـ DNA الوراثي أيوة الشريط الوراثي الـ DNA وعلى ردود أفعال الدماغ لأن الدماغ له رد فعل يعني أنت كلما قمت بأي عمل هناك رد فعل في الدماغ نشاط يحدث جميل وجدوا أن الإنسان عندما يذكر أمامه اسم الله يتوهج في دماغه مركز الخوف عن طريق الإشعاعات والتسليط للإشعاعات على رأس الإنسان القياسات تجرى بيسمى جهاز المسح برانين المغناطيسي الوظيفي بالإضافة لأجهزة أخرى ترصد المنطقة التي تنشط في الدماغ فعندما يذكر اسم الله تجد أن هذه المنطقة تنشط حتى بالنسبة للملحد هذا الكلام ليس بالنسبة للمؤمن لو سأل بعض المستمعين كلمة الله نقصد عندما اختبروها كانت على يمكن أجانب ليس بعرب ربما قيلت بكلمة اللورد أو قد يعني ليس طلب لغتهم بلغتهم قد يسمع الآن واحد يقول نعم بلغتهم جميل هو يسمى الله مثلا قد أو حصل لغاية فأثر في من يسمعه أثر أثرا ماديا ملموسا كيف دكتور يعني الملحد يعني الملحد يعني الملحد ينكر وجود الله هذا معروف ده حقيقة في ظاهري فالدراسة الأخرى التي قامت بعد هذه الدراسة أكدت هذا المعنى ولكن بشكل أدق في جامعة هلسينكي في اللنذا جميل أحضروا مجموعة من الملحدين وجعلوهم يتجرؤون على الله الكلام وهم ملحدون يقولون كلام فيه فيه على الله وأن الملحد يؤمن بالله في قرارة نفسه ولكنه ينكر ذلك أما بلسانه أما أجهزة جسد التي خلقها الله لا يستطيع نكذب من خلقها سبحان الله لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال أيضا الله أنبأنا عن هذه الحقيقة الله أكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم واستيقنتها ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هذه الآية في آل فرعون الله لذلك أنا دائما أقول أنت كمسلم عندما تقرأ مثل هذا البحث تقرأ كلمات الله سبحانه وتعالى ثم تجد صدى هذا الكلام في العلم العلم اليقيني الحياد سبحان الله ألا تزداد إيمانا صحيح صدق صدق وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم وبالتالي هناك دراسات كثيرة جدا 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 حول هذا الموضوع كلها تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم لما جاء في القرآن الكريم وهذا يشهد بأن هذا الكتاب كما قال عنه الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه أنزله بعلمه إذن إذن بعد هذه المعلومة نتيقن جميعا أن كل ذرة فيك وكل عضو من أعضاء جسدك شئت أم أبيت أسلمت أم كنت غير مسلم هو يوحد من خلقك جل في علاه والآية الكريمة واضحة ذكرها معنا الدكتور يعني تصدق أيضا آية أخرى هذا الكلام قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم أنزله بعلمه وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر نعود للدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث في العجاز العلمي في القرآن الكريم لنفس السؤال يا دكتور لماذا الإعجاز العلمي؟ الحقيقة هذا السؤال للأسف متناقض مع القرآن لماذا جميع؟ لأن القرآن الكريم إذا قرأته بتجرد وحيادية سوف تجد بالدرجة الأولى أنه كتاب علم فإذا ما رجعنا إلى كتب البشر نجد أن اسم مؤلف الكتاب لا يكاد يظهر إلا على الغلاف أحيانا وفي المقدمة مثلا صحيح والذي يكرر اسمه كثيرا في أي كتاب يكون كتاب فاشل لماذا؟ ماذا سيقول عن نفسه؟ حتى لو تحدث لن يقول مثلا أنا فلان كذا أنا فلان كذا ويكررنا يضع اسمه في المقدمة في الخاتمة في ثلاث أربع مرات فقط تمام إلا كتاب واحد في الكون شذة عن هذه القاعدة لا يوجد غيره سبحان الله وهو القرآن العظيم سبحان الله أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله سبحانه وتعالى الله أكبر نعم صحيح وتكررت بالضبط 2699 مرة سبحان الله فهذه الحقيقة العلمية نعم أو الرقمية هي حقيقة مادية ملموسة ماذا تعني؟ جميل تعني أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون كلام بشر نعم وإذا تأملنا الأرقام التي في القرآن بما أن الله واحد يجب أن يكون الرقم واحد هو الأكثر تكرارا أيضا وهذا أكتشف فالان نعم موجود في القرآن سبحان الله الرقم واحد 33 مرة تكرر رقم واحد الأحد نعم أكثر رقم تكرر في القرآن هو الرقم واحد وأكثر كلمة هي اسم الله كأنك أمام لوحة هندسية تقول لك إن صاحب هذا الكتاب هو الله الواحد لا يمكن أن يأتي به بشر بهذا التركيب مستحيل صحيح حقيقة واضحة من هذا الكلام الطيب طب نريد دكتور أن نعرف الآن حقيقة أخرى تؤكد لنا هذا الحاجتنا فعلا للأجازة العلمية من خبراتكم وعشرين سنة حضرتك أو أكثر في مجال الأجازة العلمية والبحث الحقيقة هناك مثال أبهرني هو اكتشاف علمي اعتبر من أعظم الاكتشافات الكونية في القرن الحادي والعشرين وسمي بأمواج الجاذبية أمواج الجاذبية الجاذبية نعم قبل تقريبا ثلاث سنوات أو 2014 طبعا هذا الاكتشاف الحقيقة غير نظرة العلماء للكون وجدوا أن الكون فيه خاصية خاصية الأمواج التي لا تشبه الأمواج التي نعرفها سبحان الله الكون عندما تشكل كان نقطة صغيرة نعم ثم توسعت بشكل مفاجئ جميل وفي القوانين منظمة سمي التضخم المفاجئ تضخم مفاجئ ونتيجة هذا التضخم وتشكل هذه الأجرام وهذه المجرات والذرات وغير ذلك أصدر الكون موجات جاذبية شكلها يشبه شكل الرمال عندما تضربه المياه يعني شاطئ البحر عندما تضربه الماء تتشكل أمواج ولكن ليست أمواج مجاعدة نعم تسمى باللغة الإنجليزية ريبلز ريبلز نعم هذه الأمواج هي التي وجدت في بداية الكون وموجودة حتى الآن إذن هي صفة مميزة للسماء الله كيف رصدت يا دكتور رصدت بأجهزة دقيقة جدا وقام بها الغرب وقام بها عدة جامعات أيها في أمريكا وكندا وبريطان يعني ليس فريق عمل واحد إنما جميل فرق عفوا دكتور إذا أردت أنا كمشاهد عادي أريد أن أبحث عن هذا الموضوع ماذا أكتب على جوجل أو الانتظار؟ أمواج الجاذبية شيء عملية لكن أن نرى ماذا وضع الغرب معك معك الإمام القرطبي فسر كلمة في القرآن والسماء ذات الحبق نعم كيف فسرها؟ قال الحبق هي الأمواج التي تتشكل على شاطئ البحر عندما تضربه المياه يا الله في تفسير القرطبي هذا الكلام موجود من أكثر من ألف سنة ألف سنة وزيادة نعم نعم الآن انظر معي هذا هو الكون هذه كلها مجرات هذه النقاط عبارة عن مجرات جديئة نعم كل مجرة فيها أكثر من مئة ألف مليون نجم مئة ألف مليون هذه النقاط الصغيرة فيها مئة ألف مليون نجم جميل جميل فعندما بحث العلماء عبر هذا الكون واستخدموا هذه الأجهزة الدقيقة وجدوا هذه الأمواج وشبهوها هذا فيلم من إنتاج موقع مجلة الطبيعة الأمريكية هم من صنعوا هذا وليس أنا نعم من عندهم انظر هذا شكل الأمواج انظر قالوا إذا أردت أن تفهم طبيعة هذه الأمواج عليك أن تنظر إلى شاطئ البحر يا إلهي الله وكيف ترتسم هذه الأمواج أنا صعقت عندما فتحت تفسير القرطبي والطبري أيضا وجدت أن هذا التفسير أكثر من ألف ومئة سنة معروف ومعروف عند العرب قديما مع العلماء دكتور أن هناك بعض المستشرقين والمشككين يقولون لا داعي لهذا التراث ولا داعي للتفسير القديم وقد سبقوا بألفاظهم وتفسيراتهم ما وصل إليه الغرب اليوم وبالتالي فإن هذا التفسير كان معروفا حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الحبق معروفة المعنى الدقيق لها هو هذا صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإن تركيبة الآية انظر والسماء ذات الحبق ثلاث كلمات ذات يعني إحدى الخصائص المهمة جدا للسماء هي ذات الحبق والله عندما أقسم بهذه الظاهرة ظاهرة أمواج الحبق نعم إنما يعني أقسم بها لأنها شيء عظيم صحيح لا يقسم إلا بعظيم وإذا دخلت إلى مواقع الإنترنت يقولون لك من أعظم الاكتشافات العلمية في القرن الحادي والعشر من هذه الأمواج ونحن قرآننا سبق إليه من 1400 سنة سبحان الله تأمل يعني سبحان الله يقف الإنسان مجدوها عجيب التي ترد على كل من يقول نحن لسنا بحاجة للإعجاز إذن ماذا نفعل عندما أجد أنا كإنسان مؤمن نعم نعم عندما أجد آية قرآنية تطابق تطابق تماما اكتشاف علمي قبل سنوات قليلة فقط صحيح فكيف لا يعني لا أقول على الأقل سبحان الله لذلك رب العالمين قال وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لماذا لا نبدأ نحن بهذه الاكتشافات ثم نأخذها يأخذها غيرنا منا يعني نأتي إلى كتاب الله نخرج منه الاكتشافات ونقول للغرب لقد وصلنا قبلكم وكتابنا يؤكد هذا الكلام هناك ناس تتكلم في هذه الكلام صحيح وهذا مطروح جدا نريد أن نختم الحلقة برد منكم أنا تتبعت آيات القرآن كاملة دائما القرآن يوجهك باتجاه الكون لتصل إلى الإيمان وليس العكس سبحان الله يعني القرآن نفسه عندما قال سنريهم آياتنا في الآفاق إذن يجب عليك أن تنظر آياتنا في الكون شو في الحكمة سبحان الله حتى يتبين لهم أنه أي القرآن هو الحق يعني الكون دليلك إلى القرآن لذلك يخطئ بعض الناس عندما يقول أنا أريد أن أستنبط نظرية علمية معلم أن فيه حقائق القرآن لا يحوي نظريات نعم يخطئون عندما يتوجهون هذا التوجه لأن الله خلق لك الكون هو كتاب الله المنظور قدرته في الكون وأنزل سبحانه وتعالى القرآن الذي هو كتاب الله المصطور مفاتيح لهذا الكون ولخص فيه أسراره سبحانه وتعالى نعم الحقيقة دكتوري يعني أدلل على كلامك بل أصدق عليه بأنه أيضا لا مانع أن بلادنا تقوم بما قامت به الآن بعض الدول الإسلامية حتى في شرق آسيا سمعت أن في ماليزيا جعلوا قسم التفسير يعجاز العلمي للقرآن الكريم قالوا ننقل هذا القسم إلى كلية العلوم ليكتشف الطلب المسلمون والباحثون قضايا وحقائق علمية ثم يطابقوها مع إشارات القرآن الكريم الحقيقة في نهاية اللقاء يسعد القلب بهذا الكلام وحقيقة أرى أخي المشاهد أن هذا الكلام وهذه الحقائق التي ذكرها الدكتور ما هي إلا داخلة في إطار قوله جل وعلا ليزدادوا إيمانا نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تلك الحلقات بادرة خير ودافعا لزيادة الإيمان في قلوبنا ونشكر الدكتور عبدالدامي الكحيل في نهاية لقائنا بارك الله بكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوحي هل معطرا بمخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا اشتركوا في القناة